اهلا بكم في جولة جديدة وفيديو جديد وريفيو جديد ومختلف جدا من قناتكم قناة عالم روني كتير منكم سألني في الفترة الاخيرة يا ترى لبسي باشتري منين وكمان بكام علشان كده فكرت ان انا اعمل لكم ريفيو كامل ومفصل في الفيديو ده عن مكان من اهم واحلى الاماكن الموجودة في بورسعيد واللي انا باشتري منها معظم لبسي من يومين كده خرجت علشان اروح محل فيالي موضة واللي انا متعودة ان انا اشتري منه لبس شيك لان المكان شيك جدا وفيه لبس حلو جدا زي ما هنشوف مع بعض ولكن اتفاجأت ان المحل مقفول اسكت لا طبعا كلمتهم علشان كنت فعلا عايزة اشتري لبس شيتوي وسألتهم عن سبب ان المحل مقفول ففهمت منهم انهم بيجهزهم لكوليكشن كبير جدا وافتتاح الكوليكشن الجديد ده هيكون بكرة يوم الخميس ان شاء الله الموافق 27 اكتوبر فاستأذنتهم اني احدد معاهم معاد واروح اصور الكوليكشن قبل افتتاحه علشان الكل يستفيد ولاني بحبكم وشفت كمان ان هي فرصة حلوة جدا علشان الكل يستفيد ويجي فعلا يختار ملابس براندات عالمية وكمان لبس شيك جدا زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو ده زي ما احنا شايفين كده مع بعض موجود بلطهات وجواكت كلها فرو كده وشيك وجميلة قوي ده براند ارسي هنشوفه مع بعض شكله حلو قوي هنلاقيه كمان بسعر اقل من سعر الستور يعني لو حبينا ان احنا نشتريه اصلا من الستور بتاع البراند نفسه اللي هو ارسي هنلاقيه اغلى فهنا موجود في فيالي موضة الاسعار اقل تنسبت تقريبا سبعين او ستين في المية هنلاقيه بسعر حلو زي ما احنا عارفين ان طبعا بعد ارتفاع سعر الدولار بقى في مشكلة كبيرة جدا ان المستوردين يستوردهم بضاعة وخصوصا الملابس بقى سعرها غالي جدا وكمان صعب في استراضها فمحل فيالي موضة بصراحة من المحلات الاليلة جدا اللي موجودة في بورس عيد ان ما كانتش يعني بصوا هم كان محل كده يتعدوا على الصوابع في بورس عيد اللي بيقدروا فعلا ان هم يوفروا ملابس براندات عالمية وكمان بسعر حلو الكوت ده او البلتو حلو قوي وقرسي من قرسي ناعم كده وملمسه جميل جدا وطبعا شفنا برضو الكوت اللي قبله كان من زارة وده برضو معانا اهوا من زارة برضو حلوة قوي طبعا زارة معروفة ومشهورة وقرسي كمان براند اعلى من زارة شايفين الشياكة المحل بقى ده يعني احلى حاجة بحبها فيه عن المحلات كمان اللي موجودة في بورس عيد اللي بتبيع الستوكات او اللبس البراندات عموما ان المحل منظم ومرتب زي ما احنا شايفين كده محطوط على شماعات اللبس حلو باللي بتاكت يعني ده مش لبس بالا ولا اي حاجة خالص ده لبس جديد بتاكت زي ما احنا شايفين كده مع بعض لكن بعض المحلات في بورس عيد مشهورة ان هي بتحط اللبس كده جوه بوكس كده حديد وبتعود انت بقى تقلب وتفرهد ودرعك وجعك وما تبقاش يعني تبقى خلاص يعني انا فعلا ما بحبش الموضوع ده ان انا اقعد اقلب في اللبس لكن المحل ده مريح جدا في انه شيك ما بتتعبيش خالص وانت بتختاري اللبس بتاعك كل حاجة متعلقة على شماعات زي ما احنا شايفين كده المقسات الناس هناك متعاونة وبيساعدوك في بروفا في تكييف المحل نضيف فعلا وشيك اعتقد ان فيالي موضة تقريبا ليهم فرع برضو في القاهرة المكان بقى اللي موجود في بورس عيد هو عبارة عن ثلاث محلات يعني مش محل واحد هنشوفهم برضو مع بعض في الفيديو ده في جنب المحل اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده محل تاني جنبه للملابس الرياضية وفي مكان مخصوص جنبه برضو كمان للبس الاطفال برضو كلهم برندات هنشوفها مع بعض القطعة بقى اللي موجودة في ايدي دي الجاكت ده مميز جدا لانه عبارة عن قطعتين في بعض اتنين في واحد من برند زارة مميز جدا يعني تعتبر ان انت هتشتري اتنين جاكت في جاكت واحد شايفين بقى كمان الالوان الامر دي احنا متعودين عليها في اللبس الصيفي اكتر لكن نازلة ترندي جدا في اللبس الشتوي كمان السنة دي زي ما احنا شايفين كده بصوا كل الموديلات اللي احنا بنتفرج عليها دي موديل السنة بصوا اللون ده بقى امر بحبه جدا حلو قوي ده من زارة زي ما احنا شايفين كده مع بعض هيكون حلو قوي كمان على بنتلون اسود ولو كمان بنتلون جلد هيبقى حلو قوي هنشوف مع بعض برضو فيه بناطيل جلد ونازل عليها كمان سل حلوة هنشوفها مع بعض ده كمان برضو الجاكت اسود فيه جواكت بصوا بقى يعني بكل الاطوال والمقاسات قصير تلاقي طويل تلاقي على الرجبة هيبقى حلو قوي بصوا بقى دي بطنية حلو جدا وشكله شيك شايفين يعني بجد فعلا كوليكشن رائع الجاكت ده كمان لونه تريندي برضو من قرسي زي ما احنا شايفين كده مع بعض بصوا بقى دي كده بيزيك او بضيهات حلو قوي الوانها جميلة وفيها حاجات كمان هاند ميد زي ما احنا شايفين كده الكم المنفوش بالقصل حلو قوي شكله جميل شايفين دي كلها حاجات هاند ميد حلو جدا وفيه ناس بتحبها قوي برضو على بناطيل هتبقى حلوة على جيب برضو هتبقى حلوة فيه جيبات جلدة هنشوفها مع بعض الكتعة اللي معانا دي برضو من زارة حلو قوي شايفين حلو فعلا شوفتوا الالوان بحب اللون ده او اللون الموف ده جميل جدا وفيه منه برضو النبيتي زي ما احنا شايفين واللون الجملي هنلاقيها اهو دي الالوان بتاعته الباضي ده او بيزيك ينرفع حلو قوي على كمان يبقى فوقه جاكت على بنطلون او جيب كل الكلكشن ده هيكون موجود بكرا ان شاء الله يوم الخميس انا بصوا يعني هما يعني كويس ان هما وفقوا من انا اصور وكانوا بجد متفاهمين جدا ومتعاونين واسمحوا ان هما فعلا يفتحوا لي مخصوص علشان اصور الكلكشن ده شايفين الجمال والطعامة بقى والالوان بصوا مش عايز اقول لكم بقى كمان الماتيريال يعني عظيمة طبعا هما برندات يعني معروفة شايفين ده من ادريس برضو من ارسي حلو قوي وممكن تلبسي عليه فاروة او من غير فاروة هيبقى برضو حلو بصوا برضو ده الالوان شايفين التفاصيل حلو قوي بصوا دي برضو كده حلو قوي وعليها ممكن الجاكت القصير ده شايفين بقى اللون الاسود اللي يعني على طول طبعا اللون الاسود ده معروف النواة وشتة شغال برضو ده كله شوفوا من ارسي شايفين بقى التفاصيل والشغل على الكم والشغل الهاندمايد شايفين بجد شيك قوي وجميل كده الجاكت الامر ده برضو لونه حلو قوي وشايفين بقى من جوة يعني بطنية كده ودفع جميل جدا بصوا ماتيريال روعة بجد شياكة وفخامة شايفين كمان ده اللون الاحمر حلوة قوي من زارة كوليكشن حلوة قوي حلوة قوي بجد في قطعة كتير في الكوليكشن هتلاقوا ان هي وان بيس يعني اللي هتاخدها هتبقى حظاها حلوة يعني يعني بيبقى ده المميز ان ان ما فيش قطعة غيرها طبعا في حاجات في منها مقسات بس برضو قليلة اغلبية الحاجات بيبقى موجود هي وان بيس بتبقى يعني لصاحبة ناصبها كده بتبقى مميزة بيها اللبس ده فعلا بيتخطف يعني بصوا المحل ده ما شاء الله فيالي موضة انا روحته يعني افتكر يعني المرات اغلبية المرات اللي انا بروحها بلاقي هناك ناس ما شاء الله يعني الله اكبر بيبقوا جايين من كل المحافظات مستنيين الكوليكشن الجديد شايفين اللون ده حلو جدا بصوا حاجات شياكة وفخامة كده الموديل ده ما وجود منه اللونين دول اهو اوف وايت والبيبي بلو ده حلوة قوي عايزة افرقكم كل الموديلات بس برضو في نفس الوقت مش عايزة الفيديو يكون طويلة عليكم لكن انا فعلا مستمتعة بجد بصوا يعني يا رب فعلا يكون الفيديو عجبكم وتكون انتم مستمتعين به شايفين ده الجاكت اللي انا قستو هتشوفوه في اول الفيديو براند بالاند بير شايفين حلو قوي ماترياله حلوة وبصوا شيك قوي بصوا بقى الالوان الالوان الجميلة دي برضو دي قطعة واحدة وان بيس يعني هتبقى فعلا يعني ربنا يبارك للي هتاخدها مش مقاسي الجاكت ده ووتر بروف حلو قوي بصوا بقى العروض العروض هنا بتبدأ من 150 جنيه الباضيهات او البيزيك دي حلوة جدا الماتريال بتاعتها برضو رائعة كل الستاند اللي قدامنا ده ب150 جنيه شايفين معايا كده الالوان والتفاصيل حلو قوي في حاجات هنا هنلاقي ان لها سعر سابت يعني في المحل عمتا في حاجات متحدد سعرها وفي حاجات تانية هنلاقيها بتتباع بالوزن او بالكيلو وبيعملوا دايما عروض وكده سواء لبس صيفي او شتوي هو نظام المحل هنا ان كله بيبقى برندات شايفين برضو ده اللون ده حلو قوي اهو الستاند ده هنلاقي برضو الاسعار غالبا 150 جنيه هنلاقي ان في قطع فيها يعني الخامة بتاعتها خفيفة شوية تنفع خريفي وفيه برضو حاجات بنص قم ممكن مثلا يتلبس عليها بالرو كده او جاكت اهو برضو الالوان حلوة جدا والماتريال برضو صوفت كده ونعمة وحلوة السيكشن برضو اللي قدامنا ده شايفين الالوان برضو اللون ده حلو جدا هنشوف بقى مع بعض دلوقتي في قطعتين هم اخر قطعتين موجودين معانا اللي احنا شايفينه ده ايدي زي سكيرت كده وعليها جاكت اللونين دول دول اخر قطعتين في الموديل ده على بوت هتبقى حلو قوي والبنطلون ده من زارة الستاند ده كله فيه بناطيل فيه منهم مثلا انواع او برندات بتبدأ من 250 جنيه وفيه هنلاقي بناطيل تانية بربعمية على حسب بقى الماتيريال وعلى حسب نوع البرند دول عليهم عروض الستاند ده كله هنلاقي طبعا فيه بناطيل جلد وفيه بناطيل جانس وفيه قماش وفيه خيوط كده زي صوف يعني اهو ده جلد ودي بقى ترنجات كده بصوا حلو قوي الستاند ده كله بصوا المحل ما شاء الله كبير ومليان هدوم حلو قوي يعني بصوا انا يعني عايزة اسلكم كل الهدوم اللي موجودة دي وافرقكم شكلها في اللبس عامل ازاي اكيد طبعا يعني التصوير كده مش هيبين شكل اللبس غير على الطبيعة وكمان لما يتقاس هيبقى المنظر طبعا احلى وهيبقى باين شكله عامل ازاي لكن على قد ما قدرنا كده ان احنا نصور لكم المكان شايفين الالوان والشياكة لا المكان فعلا حلو انا مش اول مرة اجي المكان ده وبشتري منه اغلب اللبس بتاعي زي ما قلتلكم في اول الفيديو هنا برضو هنلاقي دي احزمة اهي شكلها برضو شيك قوي وكلها برندات السكشن بقى اللي قدامنا او الباسكت ده فيه سكرفات بقى وجوانتيات وحاجات بقى كلها ايه لزوم الشتة والدفع زي ما احنا شايفين كده مع بعض الحاجات اللي موجودة هنا دي بالكيلو يعني بالكيلو على حسب بقى كل حاجة ووزنها كام وبتشوفوا طبعا السعر بس برضو عليها سيل يعني اللي هو الليب يا مدام الليب يا انسة واللي بصوا بقى يعجبكم توزنوه وتشوفوا هو بكام وبصوا كلها حاجات حلوة قوي وشيك يعني لو فيه وقت فعلا في الفيديو كنت فرقتكم على كل الحاجات اللي موجودة دي شايفين كلها بقى لزوم الشتة يعني لازم تجوا المكان فعلا وتشوفوا بنفسكم كده وتقيسهم ودلوقتي بقى هنروح مع بعض على محل الاطفال هما كلهم زي ما قلتلكم التلات محلات جنب بعض يعني يعتبروا زي محل واحد لكن متقسم كده افرع او متقسم سيكشنز كده ده بصوا ده لبس الاطفال شوفوا بقى الالوان المبهجة طبعا برضو زي ما اتفقنا ان كل اللبس ده برندات كل اللبس اللي قدامنا ده اطفال من حوالي يعني مثلا من سن يوم اللي هما الاطفال الموليد لسه او حديث الولادة من سن يوم لحد ممكن نقول السن المحير اللي هو 13 و14 و15 سنة ده طبعا ولادي وبناتي وموجود مقاسات والوان موجود لبس خروج ولبس بيت زي ما احنا شايفين كده لبس متنوع وموجود بناطيل كمان جينز الاطفال اصلا نشوف الالوان نفسها مبهجة يعني الخروجة هتغضي ولادك كده عشان تختارهم اللبس هتحسوا ان هما اتفسحهم كده كمان فالمحل فعلا شيك قوي جدا والهدوم كمان ماتيريال طبعا كلها روعة والوان مبهجة والمقاسات شايفين لبس بناتي وولادي يعني اللبس تقريبا يناسب كل الازواء يعني ما شاء الله بجد اللبس شكله جميل جدا كله طبعا شتوي معظمه بالكيلو على فكرة هو الكيلو ليه سعر مش فكرة الحقيقة كان سعره كام بس عموما يعني لبس الاطفال ما بيوزنش كتير يعني ممكن الكيلو تلاقيكي جبتي اربع او خمس قطع وهتلاقي سعرهم يعني قليل جدا لو اشتريت كل قطع لوحدها من اي محل بيبيع كده مش بالكيلو بيبيع بالقطعة هتلاقي ان سعره قليل جدا لما تشتري بالكيلو اربع او خمس قطع هتبص تلاقي ان انت وفرت فعلا يعني كمان وبرضو اشتريتي لبس حلو وبراند ويتحمل اللي هو غسيل ولبس يعني زي ما بيقولهم شايفين ده لبس الموليد سلوبتات والوان حلوة قوي وماتريال جميلة جدا شايفين ده لبس الموليد كده بنكون احنا شفنا محلين من فيالي مودا المحل الاولان اللي هو اللبس البراندات الحريمي اللي احنا شفناها وشفنا كمان لبس الاطفال دلوقتي بقى احنا موجودين في قسم الملابس الرياضية ودي ملابس حريمي ورجالي كمان زي ما احنا شايفين كده موجود ترينجات وموجود حاجات كلها خاصة بالالعاب او يعني الجام او الرياضة اي حد بيمارس اي نوع من الالعاب الرياضية يقدر ان هو يختار ملابس طبعا تكون مناسبة للرياضة زي ما احنا شايفين كده مع بعض ملابس الجام ملابس التمرين ملابس طبعا كلها مريحة وماتريال مخصوصة لممارسة الرياضة حلوة جدا زي ما احنا شايفين كده مع بعض طبعا كلها برندات اوريجنال هنلاقي انواع نايكي وبوما واديداس كل الانواع المشهورة من الملابس الرياضية هنلاقيها موجودة هنا زي ما احنا شايفين كده مع بعض وطبعا الكوليكشن ده بيخلص وبينزل غيره على طول عندهم الجديد هنلاقي هنا ملابس رجالي وحريمي وكمان اطفال بقى سواء بنات او ولاد زي ما احنا شايفين كده مع بعض كلها زي ما قلت ملابس مريحة وبرندات كمان بجد انا مجربة منهم لبس كتير جدا حلوة قوي واوقات كتير جدا بيبقى عندهم عروض تابعوا الصفحة بتاعتهم هسيب لكم سكرينشوت في اخر الفيديو بالبيج بتاعتهم تقدروا ان انتوا تتابعوهم علشان تعرفهم احدث العروض برضو وتعرفهم الكوليكشن الجديد مواعيد وامتى ولكن زي ما قلت لكم الكوليكشن اللي احنا شفناه في الفيديو ده ان شاء الله هيتعرض او الافتتاح بتاعه هيبقى يوم الخميس الموافق 27 اكتوبر بتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم وجولتنا المختلفة جدا عن باقي فيديوهاتنا النهاردة برضو تكون عجبتكم هسيبكم تستمتعوا بباقي الفيديو واتمنى اكون ما طولتش عليكم في الفيديو ده وياريت تستفيدوا بالعرض اللي معانا النهاردة هو طبعا عرض مختلف زي ما انتو عارفين ان احنا دايما في قناة عالم روني بنقدم عروض الصفر والرحلات وعروض الفنادق لكن زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان الفيديو ده مختلف النهاردة لان الريفيو او عرض النهاردة هو عرض على الملابس البرندات زي ما احنا شفنا مع بعض في الفيديو ده بتمنى تكتبوا لي في التعليقات عنا رأيكم في الفيديو لو حبين فيديوهات كتير من النوعية دي بتمنى تقولوا لي رأيكم وانتظرونا في فيديوهات تانية جاية كتير ان شاء الله من قناتكم قناة عالم روني اشتركوا في القناة